السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير معاكم حور النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبأ او الكبيبة الشامي طريقة سهلة جدا وطعمها في منتهى الجمال والنتيجة حلوة قوي بتنفع في العزومات بنحضرها قبلها في الفريزر وانطلحها نقليها على طول وطريقة التفريز بتاعتها ان انا بعد ما بحشيها بالعصاج برصها على صنية عشان هي طبعا بتبقى طرية ما ينفعش ان انا احطها في الاكياس وهي طرية هتلزق معايا ولما بحطها في عصنية وحطها في الفريزر لحد ما تجمد تحجر معايا كده ابتدى احطها في الاكياس في الفريزر وطلحها على القلي على طول ان شاء الله حنشوف مع بعض المقادير وحنشوف مع بعض الطرية كده معايا نص كيلو برغل انا بحب البرغل اللي هو في الاكياس ما بحبش السايب ابدا ده ناعم وفي منتها الجمال نص كيلو معايا بصلايا زغيرة مقطعة اهي ومعايا ملح وفلفل وارفة وكمون ونص كيلو لحمة مفرومة طبعا حمرة من غير ده على قد ما تقدري ومعايا نص كيلو لحمة للعصاج وثلاث بصلات كبار مقطعين ومعايا ملح وفلفل وسكر وبابريكا وطوم وارفة ومعايا نص كباية بقدونس طبعا بقدونس مقطعين اول حاجة بجيب البرغل نص كيلو البرغل ده ناعم وبحط عليه كبايتين مية دافية عشان تعجل بالنسبة للنقع بتاعه ادي كباية والتانية وبسيبها لمدة نص ساعة بغطيها واسيبها لمدة نص ساعة ونروح نعمل مع بعض العصاج كده معايا طاصة بحط فيها السمنة اهي لو حابة تحط زيت بدل السمنة حط زيت كده بنزل بالتلات بصلات اللي انا مقطعهم صغير كده وابتدي اقلب فيه لحد ما يتبل البصل كده هبتدي انزل بالتوابل اللي هو الملح وفلفل ورشة سكر وبابريكا وفاصطهم مهروس وقرفة طبعا التوابل لما بتتحط مع البصل بتطلع ريحة حلوة قوي ريحة البصل بتطلع مع التوابل في منتقى الجمال بعد كده هنزل بنص كيلو اللحمة المفرومة طبعا في الكوبيبة انا بحب كمية اللحمة المفرومة قد كمية البرول العصاج هنا معايا نص كيلو هقلب فيه بقى لحد لما يتغير اللون بتاعها وتستوي معايا العصاج كده ما شاء الله بصوا ما فيش اي مواد سيلة طبعا عشان الكوبيبة ما فيش احط لها اللحمة المفرومة وهي فيها سوائل بصوا ولا مادة دونية ولا اي حاجة واستوت وبقت زي الفل اخر حاجة هنزل بنص كوباية البقدونس المفروم وابتدي اقلبه كده وبعد كده هنشوف هنعمل اللحمة المفرومة ازاي والبرول كده العصاج جاهز معايا هبتدي اجيب الكبه بتاعتي او المفرومة لو عندك المفرومة وحبتدي انزل ببصلايا صغيرة مقطعة كده هبتدي انزل بالتوابل ملح وفلفل وقرفة وكمون وممكن تحطي شطة وهبتدي انزل باللحمة المفرومة اللي هو نص كيلو على نص كيلو برغل عايزة تحطي ربع كيلو لحمة مفيش مانع بس هي كده بتبقى مظبوطة جدا وحلوة قوي وطبعا بالنسبة للعصاج اللي احنا عملناه ممكن تحطي فيه مكسرات لان هو اصلا بيحطه فيه اللي هو السنوبر كده انا هفروم اللحمة حلوة قوي وبنفس الطريقة دي هحط البرغل واطحنه طحنة كده في الكب طبعا ضروري لازم اللحمة تبقى نعمة جدا وهتشوفوها دلوقتي والبرغل يبقى نعم عشان ما تفكش معايا في الزيت طريقتها سهلة وجميلة ولما تعمليها ودقيها مش هتبطل تحطيها في الفريزر وطلعيها في اي وقت فعلا آآ حلوة قوي كده اللحمة خلاص والبرغل برضو خلصتوا في الكب هبتدي أوريكو بقى اللحمة عاملة ازاي لما عملتها في الكب ببصوا عاملة زي العجينة في منتهى الجمال وزبطي الملح بتاعها لاني طبعا بتختلف كمية اللحمة من شخص للتاني فانت تزبطي الملح بتاعك وتحطي الفلفل والقرفة والكمون كده معايا معلقة نشا عشان تتماسك كويس معلقة واحدة بس وبتدي أعجم فيها أنا عجنت فيها لمدة عشر دقايق لحد لما اختفت اللحمة خالص وبأكله سوى واحد كده خلاص معايا العصاج ومعايا الخلطة اللي أنا عملتها البرغل باللحمة أهي أبتدي أبلي إيدي مية أاخد بقى قطعة الدلمونة الكبيرة كده أبتدي أكوّرها كده عشان أسويها وابتدي أقوّرها بقى كده بصباعك ده كده وتبتدي بإيديك التانية تضغطي عشان ما تفتحش مني ألف كده وبفرغ من جوة عشان أنا عايزة الجدار يبقى رؤية ما يبقاش تخين علشان تستولد لإني أنا عندي اللحمة نية والبرغل نية فعشان كده أنا عايزة أسوي اللحمة فلازم تبقى رؤية ما تبقاش سميكة كده رأتها خلاص هبتدي أنزل بالعصاق بتاعي أهو طبعا العصاق جاي في الضوء غامل لكن هو لونه في منتهى الجمال كده أهو هبتدي أقفل كده أنا بقفل عليها كده وابتدي ألمي فيها كده عشان أعمل لها البوزة بتاعتها طبعا فيه ناس بتعملها من ناحيتين وفيه ناس بتعملها من ناحية واحدة بس زي ما أنت عايزة إحنا هنعمل دي وهنعمل دي ببتدي أهي لما لقيا مش متساوية معي ألفها كده زي ما أنتم شايفين زي الكفتة كده وابتدي أسحب لفوق كده ويكون إيدي مبلولة من مية هي هعملها بالمية هي تاني أهي هبتدي كده واسحبها كده زي الكفتة كده وهي أهي هتشوفوا شكلها دلوقتي ومقفولة وفي منتهى الجمال أهي هنعمل واحدة مع بعض تاني طبعا بعد ما بتخلص الكمية بتحطيها في التلاجة لمدة ساعة عشان تتماسك وما تقليها في الزيت ما تفكش معيك بس أنا بصراحة قالتها على طول زي ما أنتم شايفين كده بفرغ كده بخلي الجدار رؤية كده على قد ما أقدر أهي طبعا أنا بعمل ببطء كده علشان اللي لسه أول مرة يشوفها طبعا أكيد في ناس أسات زافية طبعا ابتدي بقى حط الحشوة كده أهي حطي تاني تمليها كده لحمة مفروم عشان تبقى الكبيبة كده مليانة وشكلها حلوة طعمها أحلى ابتدي ألف أقفل بقى كده أهو كده أغمسكها كده الفوق كده أعملها كده لفاة كده كل ما لقيا مش متساوية لفاة كده أسويها لأن اللفة لنا أيها اللي هي دي دي بتساوي اللحمة مع الكبيبة كده وابتدي أسحب بقى كده لفوق كده أهو واعمل بقية الكمية ونشوف شكل عامل إزاي كده الكمية خلصتها نعمل مع بعض واحدة تانية هي أهو كده وابتدي أكورها كده أبتدي إن أنا أقورها ودخل فيها العصاج وقفله كده أهي زي ما أنتم شايفين وبعد كده هنشوف بقى مرحلة الألي أنا أخذتها الألي على طول بس أنت يفضل سيبيها في التلاجة لمدة ساعة هتبقى حلوة معاكي قوي كده معايا زيت يكون غزير ويكون سخنة قوي وأول منزل بالكبيبة في الطاسة كلها أبتدي أخلي النار وسط عشان أسوي اللحم عشان الكبيبة متاخدش مني لون ومن جوا ناية كده النار عالية زي ما أنتم شايفين كده وحبتدي أهدي عليها النار للوسط كده وهتشوفوا بقى شكلها عامل إزاي بصوا أهي ولا دخلت التلاجة ولا أي حاجة وزي الفل ولا شققت ولا فكت ولا أي حاجة ومتمسكة وحلو قوي ما شاء الله لقوة إلا بالله هبتدي بقى ما تقلبيش فيها ويا لسه طرية يدوبك تاخد لون بسيط كده وبتدي بقى أقلب فيها عشان تاخد اللون من جميع الاتجاه أقلب كده عشان اللي ما أخدش اللون لسه أهو هكمل بقيت الكبيبة وهنشوف هتطلع عاملة إزاي اي ما شاء الله ما شاء الله لقوة إلا بالله بعد ما طلعت معنا الكبيبة شكلها حل وقوي ومتمسكة وما فيهاش وحدة ولا شققت ولا فكت ولا أي حاجة قدامك وهي زي الفل وما رايحتاش والله في التلاجة انت لو حاب تخليها ساعة أو نص ساعة كده في منتهى الجمال معانا هي وحنشوف مع بعض واحدة هنفتحها مع بعض طبعا ايه في واحدة كنت أنا مبرضوها هي هتشوفها من جوه عاملة إزاي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بصبها عاملة إزاي من جوه مستوية وفي منتهى الجمال وطعمها حلو قوي كده بتكون وصفتنا النهاردة خلصت لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة على اليوتيوب واللايك والشير اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة